السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم مولا يا أصدقائي أهلا ومرحبا بكم أحمد صالح وفي لقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامجنا Microsoft Powerpoint وبلقاء اليوم راح نقدم تصميم لسلايد جميل يعبر عن تقرير أو بند من بنود التقارير كيف ممكن أصمم ميزانيات وأعمل معها ديسكريبشن أو وصف وأعرض صورة جميلة لكن بنمط يكون احترافي أقدم فيلم معرومة بشكل غاية بيئة جمالية وأيضا غاية بالبساطة لحتى نقدر من خلال هذه التصميمات نوصل أفكارنا بأفضل طريقة يستاهل الجمهور وأيضا نضيف على هذا التصميم الأنيميشن الخاص أو الحركة اللازمة لحتى يكون معنا بأداء مثالي فاتكرما قبل ما نبدأ بهذا اللقاء ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا من اتشار فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد وأيضا للملاحظة لطلب أي ملفات أو لطلب تنفيذ مشاريع أو لطلب حتى لقاءات مبشرة وكرسات خاصة خدمة الانتساب في قناة عالمكم تتيح لك العديد من الخدمات والمزايا فتوجه إلى خدمة الانتساب في قناة عالمكم يلي رح يكون المفتاح موجود بالصفحة الرئيسية أو بأسفل كل فيديو بجانب مفتاح الاشتراك مفتاح الانتساب لما رح تضغط عليه رح يفتح لك أربعة مستويات حدد المستوى الخدمة يلي انت بترغب له وابدأ بالانتساب وتواصل معنا لحتى نبدأ بتقديم الخدمات بما يليق بك وبما أن أكثر طلب على موضوع ملفات الأعمال فالمستوى الثاني في خدمة الانتساب قدم لكم خدمة إيصال كل الملفات يلي منشتغلها ضمن شروحاتنا على برنامج الباوربوينت عبر الواتس أب أو الإيميل لكن بعد ما تقوم بالانتساب إلى قناة عالمكم في المستوى رقم اثنين ويلا لحتى نبدأ مباشرة بلقاءنا المتميز لهذا اليوم مع برنامج باوربوينت أهلاً ومرحباً بكم مصدقائي مرة تانية في برنامجنا الممتع برنامج مايكروسوفت ماوربوينت ومع أحمد صالح اليوم رح يكون في عنا بعض التركايات الجميلة والخدع البسيطة يلي تطلع من خلال مخرجات غايب الجمالية دفع نبدأ على بركة الله على الشكل التالي رح نتوجه إلى إنسيرت يلي هي إدراج ومن ثم الشيبس يلي هي أشكال رح نختار المستطيل وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل بمساحة ولتكون على هذا الشكل بتوجه إلى قائمة الشيب فورمات أو تنسيق الشكل ومن إليغان يلي هي المحاذات رح نختار إليغان سنتر وإليغان ميدل ممتاز للغاية لحد الآن رح أتوجه إلى التنسيقات وبختار للشكل بدون إطار وبختار تعبئة معينة واللي يكون معاي على سبيل المثال هذا اللون تمام الآن رح نبدأ بوضع أو هذه الخلفية الآن على فكرة اللي قمنا بتصميمها هي الكادر بالخلفية رح نبدأ بوضع الصورة يلي رح نستخدمها بهذا التقرير أو هذا العرض خلني أتوجه إلى الموقع اللي بيقدم لي صور مجانية ورح نختار أي صورة بصراحة مش موضوع الصورة فخلني أختار عليكم هاي الصورة خلني أفتحها أول شيء أنقر بليمين وبختار نسخ الصورة بتوجه إلى برنامج باوربوينت ونعطي لصق للصورة ما نحدد على الصورة وبتوجه إلى قائمة يعني تنسيق الصورة وإلى رح نفعل بس بدوس علي لمرة واحدة الآن تمام خلني أعمل اقتصاص لبعض المساحات وليكن بهذا الشكل وبهذا الشكل ناخد كمان حتى من هون طيب رح أسحب الصورة على هذا المكان تمام وراح نكبرها كمان شوي لحتى تكون هي قدر ارتفاع المستطيل اللي قمنا نحن يشبشون بيرسموه في عندي مساحة اضافية ممكن اعمل اقتصاص من هون اني اقصى مثلا بهذا الشكل تمام طيب وبنقر بأي مكان ما عندي مشكلة الآن الصورة أصبحت معي بهذا الشكل نعمل بعض اللي تركي ايات البسيطة على الصورة تمام خلنا نتوجه الى اللي هي ادراج ومن الاشكال نختار شكل البيضاوي اضغط مفتاح من الكيبورد وبنقر مع السحب لارسم دائرة ولتكن معي مسلا بهذا الشكل لاحز الآن المقابض اللي بيعطينيها البرنامج تمام بحيث تكون الصورة على منتصف او الشكل على منتصف الصورة بالضبط تمام سواء كان افقيا او عموديا تمام الان رح اختار الالة بدون اطار اما التعبير رح نختار يكون عنديها من لون الخلفية من لون الخلفية يعني بختار ادات شفط الالوان وانقر باليمين وبتوجه الى فورمات شيب وبختار شفافية بدرجة معينة وليكن معي مثلا بهذا الشكل يا اصدقاء بختار كنترول زائد د يعني تكرار للدائرة بطبق الدائرتين فوق بعضهم البعض اضغط كنترول مع الشفت وبنقر مع السحب للداخل لارسم الدائرة التاني بمساحة اقل لكن الدائرتين مشتركتين بشوم بالمركز تماما الان برجع شافية مثل وضع السابق وبيكون معي حصلت على هذا المظهر الجميل لتنسيق الضوائل راح اتوجه الى اللي هي ادراج ومن ايقون اللي هي ايقونات وبنختار يكون في عندي ايقون مناسب وليكن على سبيل المسال خلني اختار وليكن وليكن شو نختار هذه الايقونة انقر على الانسيرت. الان راح اضعها بهذا المكان وبضغط مفتاح مع الشفت وبزغرها شوي بما يتناسب مع الحيز الخاص بها. الان اصدقائي راح نضع تكسجر او ملمس على الصورة. بحيث ان انت ما تعتمد دائما الوان الصورة الموجودة وتنجبر عليها. ضع الملمس والاضاءة والالوان اللي انت محتاجهم حسب التصور والهوية البصرية لمشروعك. خلني اعطيك مثال بتوجه الى ادراج ومن شبس الاشكال بختار مستطيل وبرسم مستطيل على قدر مساحة الصورة بالضبط. بختار لالو بدون خط رسم بدون خط رسم والتابعة بتكون عندي اي تعبئة متدرجة. خلني اختار اللونين. اللون الاول واللي يكون على سبيل المسال اه نختار اللون اي لون هذا اللون البرتقالي. جميل. اول تاني مش مشكلة الان راح ناخده لكن راح يكون معنا شفاف بنسبة مية بالمية. خلني اتركه ابيض. اه من اعكس الاتجاه يعني الاضاءات تكون مسلا هذا اللون من الاسفل. اللون الابيض بعمله شفاف بنسبة مية بالمية. وهذا اللون التاني يبقل له فقط شوي. بمعنى انا قمت بعمل اضاءة على الصورة. وهذا بما يسمى الملمس او التكستشار. خلني يعطيه نقل المستوى للخلف بحيث يكون هو خلف الدوائر. واحد اتنين تلاتة. تمام? اصبح خلف الدوائر مت ما نشايفين? وامام الصورة. بيكون عمل تزيين للصورة بطريقة جدا جميلة وابداعية. الان راح نبدأ بوضع المقالات او البنود والخاصة في الفقرات اللي معبرة عن احصائية معينة او مقارن معينة. تمام? كتقرير وعربة على هيئة تقرير. فخلنا نبدأ على بركة الله. بتوجه الى انسيرت وبختار من شبس اللي هي اشكال مستطيل. وبنقر مع سحب وبرسل مستطيل بحتة معينة وبطول وعرض معينيين. وليكن معاي هذا الشكل. بختار لالو بدون اطار. والتعبية بختار اي لون لموضوع التعبية. وليكن معاي مثلا هذا اللون. وبختار كنترول زائد ديم. نسخة تانية. عشان التقرير يكون موضح هو من النقطين. او بعندي المقارنة ما بين النقطين. كلام جميل. راح اختار كنترول زائد ديم. ورح انقلل شوي من العرض. هذا هو الويتس. بقلل من العرض. بما يتناسب وليكن عندي هذا الشكل مثلا. وبغير اللون الى اللون يكون يعني اكتر غماقة. يعني هذا اللون. وزا حبيت انك تعطي سماك اللونية اكتر بتوجه الى من هون او من نفس المكان ما عندكش مشكلة. لكن احنا راح نزيد شوي باللون عشان يبان اكتر. تمام? او ازا حبيت تغير اللون بالعموم كامل فبيطلع الموضوع اجمل. يعني احمر اخضر خمري. اي شي على البلا. خلني اختار اللون الغامق. اختار كنترول زائد ديم. نسخة تانية. طبعا هذا راح يكون موجود عندي اياهون. هذا راح نطول شوي بالويتس. وليكن معبر عند خمسة واتبانين وليكن درجة. وعندي هات ستين درجة. بسحبوا اهذا المكان. راح حدد شكلين المستطيل للغامقات. اضغط مفتاح الشيفت. وبحرككم الى خارج الشريحة. تماما. طيب. الان بتوجه الى يلي هي ادراج. ومن شبس الاشكال مختار مستطيل ذو زوايا مستديرة. وبنقر مع السحب لارسل مستطيل معي. وليكن بهذه المساح. خلنا نكبر عشان تضح معنا رسمتنا بالتفصيل. بختار لالو بدون خط اطار. والتعبئة بنفس لون التعبئة اللي اخدناها لمن? لاشرط البيانات. وبتوجه الى اللي هي الادراج. وبنختار مثلث. وبنقر مع السحب لارسم مثلث. وبختار لالو ايضا بدون حواف وبنفس لون التعبئة. ومنعمل استدارة بحيث يكون عندي اياه للاسفل. اه تمام. جميل للغايم. خلني اصغر شوي. تمام? وبسحبه لهون. بحيث دول اتنين يكونوا عندي اياه شو? بالمنتصف. تمام? يعني بمنتصف بعض وبالبعض. انصح التعبير يا اصدقائي. وليكن بهذا الشكل بحدد الشكلين وبختار كنترول زائد جي. تمام. اختار كنترول دي تكرار بسحب الشكل الاول عندي اياه لهون. والشكل التاني بسحبه عندي اياه لهون. طبعا ممكن الالوان الآن غمقة شوية عليكم. لكن لما راح يفوتوا بالشريحة والشريحة الوانة كاشفة شوي فراح يكون الموضوع جميل للغاية. تمام? وهذا الشكل بغضو كمان عن نفس الحواف بالضبط. راح اتوجه الان الى وين الانسيرت? هذه الانسيرت وبختار تنظر شوي وبكتب مسلا عندي العدد الاول بنسبة ستين خمسة وستين خلني احسفهم خمسة وستين بالمية. يعني نسبة التقرير راح اتكلم عنه نسبة الخيار الاول خمسة وستين بالمية بختار وبختار اللون ولا يكون معي لون اصفر مع الازرق يعطي يعني ايحاء جميل جدا وما في مشكلة كان لغينا الظل. خلنا نسحبه لهون ونشوف لما راح نركبه كيف راح يكون معنا المظهر. تمام? راح نقلل بحجم الخط. خلنا نكبر شوي المساحة. تمام? والوضع مناسب. الوضع مناسب. جميل للغايم. تمام برجع بحدد هذا الشكل. اضغط مفتاح الكونترول او الشفت وبحدد النص وبختار كنترول زاعد جي ايضا. الان خلني اعمل النسخ فقط لمربع النص وبنزل لهون. تمام? وبعمل نسخ كنترول فيم. اه خلني اسحبها للاسفل شوي. تمام? وهي دي النسبة والدكون عبارة عن خمسة واتمانين. اي ثمانين خمسة واتمانين. بسحبها كمان لهون. بحدد الاشكال اللي قمت بدمجة مع بحدد مربع النص وبختار زاعد جي. جميل جدا جدا جدا. انا محتاج الان خلني اضيف قبل ما اقول شو محتاج خلني اضيف اي مربع نص يعني بتكلم عن موضوع فقرات يعني في عندي بعض نصوص افتراضية. اه تمام. اه حتى انا اخد نص تلقائي من برنامج مايكروسوفت. يساعدني يعني هذه نصوص انا محتاجة. وهي نصوص تجريبية. اصغر حجم الخط شوي. يعني موضوع او وصف الخاص بها التقرير. تمام? يكون معانا مثلا بهذا الشكل. از حبي تغير طبعا نوع الخط وتغير نمط وتغير تباعد. انت حر باللي محتاجه. لكن انا خلاص مش راح اعتمد كتير. او اني اطوي بتنسيقات كتير. هذا الوضع مناسب جدا. بختار كنترول زائد دي. وبسحب الوصف عندي اياه للنقطة التانية او الى البندة التانية من بنود التقرير. الان انا محتاج ركز معي شوي. هدول الكتلة كلها بختار كنترول زائد جي. وهي كمان الكتلة كلها مع الشريط البيانات كنترول زائد دي. انا بحتاج الان لما احرك النص هاد او المؤشر هاد ويفوت. يفوت الى الشريحة لكن ما يبان معي هذا الجزء. يعني ما يبان معي انه هو يدخر من خارج الشريحة. تمام? وبشكل اعمق من هيك انا محتاج يكون مسلا عندي اياه خمسة وستين لهون. وخلني اسحبه الترجبيات لهون معلش. والخمسة واتمانين يكون عندي اياه مسلا لهون. تمام. نازل اسفل شوي. تمام? طيب اه بشكل نظامي لكن بحيث انه انا حتى مساحة البدء هيكتب فيها واحد واثنين. ايضا ما تنعند معي مع البداية. يعني انا يبين معي انه هم في عندي شكل زهر شريط البيانات من خلفه. من خلفه. اعطي ونبدأ احاءات الخدع بهذا المكان. اه عبر لك اياه بشكل جميل. خلني اتوجه الى انسيرت. اه تمام? وبختار من ادراج اشكال. نختار مستطيل. وخلني ارسم مستطيل بهاي دي الحتة. اه تمام? على قدر الفراغ الموجود عندي اياه باللون الابيض. تمام? بختار الالو بدون اطار والتعبئة باللون الابيض. طبعا انت كناظر لما راح تطلع ما راح تشوف شيء مرسوم. لكن بالواقع اه طلع شو اللي صار? تمام? هذه الخدعة الجميلة اللي حبيت اني انا اليوم اغطيها بصراحة. تمام? خلني الان ارسم شكل تاني ايضا كنترول زائد ديم. وبغير اللون الى لون الخلفي المختار المستطيل نفسا. اه تمام? طيب. وبرجع بس حبا عندي اياه على هذا المكان. بتضبط وازغر شوي على قدر مساحة المستطيل تماما. وبعطي ارسال للخلف. هو خلف النصوص تماما. الان خلنا نجرب. تمام? لاحظ الان في عندي عيب صغير هوني. انسكره. تمام. بمعنى اه كمان استفده حتى اضافية جميل للغاية. بمعنى ان راح يظهر معاي التقرير او الشريط هذا فقط لغير الشريط البيانات يعني معبر عن نسبة بالتقرير. اه خلف الاشكال لكن هو للناظر راح يعتبر انه تم ظهوره من هايدي النقطة. ما راح يعرف انه في عندي هوني اشكال. وهذا التأثير جميل للغاية بصراحة. تمام? جميل للغاية. خلي بس اني ارجع اسكر هاد. تمام? وبارجع بحدد اضغط وبسحبه الى الخلف تماما. كلام جميل للغاية الان كتصميم الموضع ولا اجمل من هيك. محتاجين نبدأ الان او الحركات. كيف ممكن نعمل التأثيرات الحركية? التقليل ما راح اعرضه ما بعتقد فيه شيء جمالي لحركة الصورة. يعني اترك الاشكال هذي كلها جاهزة. بهمني موضوع الشريط البيانات او الشرط البيانات هي اللي يكون في الى تأثير. لان هي المعودة الرئيسي للاستهداف وتسويق المعلومة. تمام? فلزلك موضوع الصورة والمستطيل الخلفي ما راح يكون في احتياج لاعطاء اي انيميشن لألم على الاطلاق. تمام? راح ابدأ بالشريط البيانات الاول. بضغط عليه. وبتوجه الى اه عفوا وبختار اه خط تمام? وبغير النوع يكون عندي هي يعني الى اليمين. تبدأ معي الحركة الى وين? الى اليمين. تمام? راح اجي انقر على النقطة الحمراء المعبرة عن نهاية التأثير. اضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب. تماما لحتى انا مسلا اعرف انه الخمسة وستين مسلا معي لهون. اه تماما خمسة وستين لهون. راح انفعل اه الشريط الخاصة والبنال الخاص بتخصيصات الحركة. وفيك تختار استدعاه عند النقر او بعد السابق مع السابق. ايا يكون خلني اختار يكون عندي مثلا بعد السابق. يعني يكون يعني التقليل اول وما ثم التقليل التاني. ونفوت الى خيارة التأثير بالنقر المزدوج. اولا كتنكر عليه باليمين. مفيش مشكلة. البدء وانهاء المتجانس راح نلغيه وبعطي وثب عند النهاية. تمام? بحيث انه يعطي ارتجاج عند النهاية. والسرعة هلا راح نعاين السرعة. كيف راح تكون مسلا اه السرعة ولدك اللي تلاتة. اه لا بقس في الموضوع. انقر على او كي نشوف السرعة. جميل. وشفنا الوثب عند النهاية كيف صار معنا. تمام? بس نحفظ الخيارات تقريبا عند الواحد فتسعة عشرين. وعندي هون تلاتة. ممتاز للغاية. بجي الى الشكل التاني او الشريط التاني. بتوجه الى انيميشنز وبعطي اد انيميشنز وبنختار اللاين. هذي هو اللاين. وبختار ايضا يكون عندي ايات لليمين. نفس المبدأ. بجي بنكون على مؤشر النهاية. اضغط مفتاح الشفت وبحرك لليمين. بحيث اني اصعي نسبة الخمسة مني تقريبا. وليكن اه بهذا الشكل. ممتاز. بختار يكون عندي ايضا بعد السابق. تمام? وبرجي الى خيارات. الحركة بلغي بدء وانهاء متجانس. وقلنا ان نوثب عند النهاية عند الواحد فاصلي. اه تسطعش يمكن. هيك تذكر تسطعش. تمام? وبتوجه الى التوقيت وبختار المدة الزمنية تكون عنديها بمقدار ثلاثة. وانقر على اوكي. فيتم الظهور ايضا بهذا الشكل. الان النص راح اختار النص الاول. وبجي بختار وليكن يعني نمو وتقلص. يعني جميل مسلا او مسلا دخول. جميل جدا. بختار يكون عندي اياه من الاعلى. جميل للغايم. وبختار يكون عندي اياه مع السابق. لكن مين هو السابق? هو الفقرة الاولى. لهيك انا بسحبه على التأثير الاول. يمام? يعني يكون مع التأثير الاول. لاحظ لان احنا هو شغلنا. مع بعضون بعض. اظهروا. تمام متاس. انا محتاج شوي التأخير. يعني يبدأ بعرض الشيط البياني. ومن ثم تبدأ النص فانا محتاج انا اخر نص بعض الشيء. لاحظ الان. تمام جميل للغاية. الان نفس المبدأ بجيب على النص التاني او خلني اختار النص الاول وبختار ناسخ الحركة مباشرة ناسخ الحركة وبنقر على النص التاني. آه بالضبط. تمام? طيب. هذا هو النص التاني ومطبق عليه كل تأثيرات الحركة بشكل جميل. خلنا نشغل ونشوف حركة النص الاول. ومن ثم حركة النص التاني. آه بهذا الشكل الجميل يا اصدقائي. هذا اللي انا حبيت اني اقدمه لحضراتكم لكم كيف نعمل مؤشرات بيانية. آه ربما يكون مقارنة. ربما يكون مؤشرات اداء او ما شبه ذلك. ونعمل اشريط بيانات متحركة تفاعلية جميلة. مع اضافة الانيميشن واضافة صورة معبرة. اضافة اللوغو للمؤسسة مسلا. بشكل الدائل او هيكونة معبرة. وايضا اظهر النص بطريقة رائعة. مع آه النص او الوصف الخاص بكل الشريط بيانات. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل. والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل. والتفاعل والتفاعل قدر الامكان. فبقدر تفاعلكم اقدم لكم المزيد ان شاء الله. اترككم برعاية الله اصدقائي واحبابي ومحبي ومتابعي قناة عالمكم. والقاكم على خير. ودمتم برعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.